السلام عليكم ورحمة الله بهذا السؤال فعنا لوحي خشب بهذا الشكل عرض اللوح 9 إنش وسماكة اللوح 0.5 إنش من أجل تشبيك اللوحين ببعضهما تم قص أطراف اللوحين على شكل حرف T بهذا الشكل من أجل تشبيك اللوحين يخضى هذين اللوحين إلى قوة مجهولة القيمة P القوة P تساوي القوة P برايم نحن نقوم بدراسة القوة P وهي المطلوبة في السؤال ذكر في السؤال أن هذين اللوحين ينفصلان عن بعضهما إذا تعرضا إجهاد مقداره 1.20 كساي كساي هي واحدة الإجهاد في النظام الواحدات الأمريكي نتعرف عليها في شرح السؤال أعطاني أبعاد شكل حرف T من أجل حساب المساحة وإيجاد القوة P المطلوب بهذا السؤال إيجاد القوة P نبدأ الحل أعطاني أن ثخانة اللوح نصف إنش ومقدار إجهاد القص الذي يحدث عنده انفصال هذين اللوحين عن بعضهما يساوي 1.20 كساي المطلوب حساب القوة P أنا عندي هلأ السترس الإجهاد 1.20 كساي سأحسب المساحة من خلال هذه الأبعاد لأطانيها وبالتعويض في هذه العلاقة نحصل على قيمة الفورس القوة أو الحمل لود قمت بأخذ قطعة واحدة من الشكل T بهذا الشكل بما أن هذه القطعة التي لها شكل حرف T متساوية في الأبعاد أحقوم بدراسة قطعة واحدة ثم أطبق على باقي القطعة عند في هذا اللوح ثلاث قطعة 1.2.3 كما ذكرنا تم قص اللوح بهذا الشكل من أجل تشبيك هذين اللوحين ببعضهما القوة المطبقة هي القوة P بهذا الشكل موازية لهذه القطعة T لسمت بهذا الشكل لنحدد الأسطح التي سيحصل عليها إجهاد قص بحيث لو تبق إجهاد قص مقدار 1.20 كساي سيحدث عندها انفصال هذين لوحين عن بعضهما في هذه القطعة هذه القطعة يحدث إجهاد القص عند هذه القطعة الصغيرة وعند هذه القطعة الصغيرة أي هذه القطعة وفي الأسفل هذه القطعة قمت بفصلها إلى هذا الشكل من أجل توضيح الحل في كل قطعة من الشكل حرف T لنفصل هذه القطعة الصغيرة في الأعلى وهذه القطعة الصغيرة في الأسفل مساحة هذه القطعة الصغيرة بهذا الشكل المساحة التي تتعرض إلى انفصال أو قطع هي هذه المساحة باللون الأحمر على شكل مستطيل فتكون المساحة 1 على 2 إنش ضرب 5 على 8 إنش في كل قطعة لها شكل حرف T يوجد مساحتين تخضعان إلى القص هذه المساحة الأولى وهذه المساحة الثانية وعندي ثلاث قطع على شكل حرف T واحد، اثنين، ثلاثة فأنا عندي ست مساحات ستخضع إلى قص أو قطع عند شد هذين اللوحين وفصلهما عن بعضهما نعود في المعادلة الآن إجهاد القص T يساوي P على 6 ضرب المساحة ليش كتبت 6؟ لأن عندي مساحة القطعة الصغيرة هاي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة عندي ست قطع ستنفصي بشكل كامل عند التطبيق إجهاد مقداره 1.20 كساي مساحة القطعة الواحدة هاي القطعة أو هاي القطعة في إجهاد القص التو نأخذ المساحة التي سطحها يوازي القوة لذلك أخذنا هذه المساحة مساحة هذا المربع قوة نصف إنش ضرب خمسة على ثمانة إنش ضربنا بستة كما ذكرنا لأنه عندي ست قطع هاي القطعة الصغيرة 1، 2، 3، 4، 5، 6 قمنا بالحساب فتكون المساحة الكاملة التي تخضع للإجهاد قيمتها 1.875 إنش مربع الواحدة إنش مربع وعندي قيمة التاو معلومة أعطانيها 1.20 كساي المطلوب إيجاد القوة بواحدة الكيبس أنا عندي في نظام الواحدات الأمريكي واحدة القوة أو الحمل كيبس وواحدة المساحة إنش مربع أما واحدة الإجهاد تاو هي كيبس على إنش مربع أو كساي أعطاني قيمة الإجهاد 1.20 كساي قمت بحساب المساحة 1.875 إنش مربع الآن بإمكاني إيجاد القوة أو الحمل P 1.20 ويساوي P على 1.875 بالتعويض P تساوي 2.25 كيبس حصرت على قيمة القوة P أو الحمل P 2.25 كيبس التي لو طبقتها على هذا اللوح فإن هذه الحافة عند الشكل حرفتي ستتعرض إلى إجهاد قص يسبب انفصال اللوحين عن بعضهما ستنقطع أو تنقص هذه القطع الصغيرة وبالتالي يتحرر اللوحين وينفصلها من أجل مقارنة الواحدات في النظام الأمريكي مع النظام الدولي قمت كتابة هذه المعلومات من أجل الفهم كساي هي واحدة الكيبس على إنش مربع الكيبس هي ألف فاوند فورس واحد كساي تساوي 6.8940076 نيوتون على الملي متر مربع مثل ما ذكرنا هذه الواحدة نستخدمها أكثر حسب النظام الدولي وعندي واحدة أخرى مستخدمة وهي البساي البساي هي عبارة عن فاوند فورس على إنش مربع الفرق بين كساي وبساي أن كساي تساوي ألف بساي أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله